أنت أبي ولا أحد سواك أنت العراق وأمام الطريق المعبد بإنصاف الحقوق الكلمات التي تكتبها العيون بين رئيس وشاب من شباب الشعب مقبل هذه الصورة كان أطفال العراق شبابه نساؤه كل على جمر ونار يشعلون صوت المناشدة لأجل وطن غارق بالقهر والفساد وضياع الحقوق اليوم تعود الصورة المرجوة أمام الشاشات يلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظم لقاء الأبي بابنه ولولا كورونا الذي فرض مسافة بين عراقيين فالأول رئيس يقف مع شعبه والثاني مظلوم عذبه خارجون عن القانون لكن الحميمية في اللقاء تحدثت بها لغة العيون وترجمتها الأفعال التي كانت في عهد حكومات سابقة مجرد أقوال فيتحرك الرئيس منذ أن انتشر مقطع إهانة وتعرية الشاب المتظاهر على يد عناصر أمنية خالف القانون يتحرك بأوامر التحقيق الفوري وتتحرك كل الجهات الأمنية والرسمية ويأخذ القضاء طريقه نحو معاقبة الفاعلين الصورة تطفئ غضب الشعب العراقي وباتت اليوم محط أنظار عموم العراق إلى أن تتحرك الحكومة لنصرة المظلومين في كل أنحاء البلاد ترجمة نانسي قنقر